اشتركوا في القناة والشركات التابعة وخلال اللقاء استمع جلالته الى شرح موجز من سموه حول نتائج تقييم مصادر الغاز غير التقليدية في طبقتين الجوبة والجوف من قبل احدى الشركات العالمية الرائدة في تقييم موارد النفط والغاز وقد سبق الاعلان عن اكتشاف كميات من الغاز في طبقات الجوبة والجوف غير التقليدية الواقعين تحت مكمني الخف والعنيزة المنتجين للغاز الطبيعي واثنى جلالته على الجهود الدؤوبة التي يتم بذلها في الوقت الراهن من اجل زيادة الموارد النفطية وموارد الغاز الطبيعي لمملكة البحرين لما لها من دور ايجابي وفعال في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني ومؤذرة جهود التنمية المستدامة وفق الغايات والتطلعات المنشودة وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز خالص الشكر والتقدير والامتنان الى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقبال الفريق الاستشاري وفريق العمل المختص في تقييم مصادر الغاز غير التقليدية في الشركة القابضة والشركات التابعة كما رفع سموه خالص الشكر والتقدير والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدعمه المستمر لخطط ومبادرات الشركة القابضة للنفط والغاز بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للنهوض بقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر